يا مساء الفول عليكم عاملين ايه يا رب تكونوا بقى الف خير ان شاء الله النهاردة هنعمل بسبوسة بس البسبوسة جمدة جدا هنعمل بسبوسة الاكياس لكل الناس اللي مش بتوفر عندها دقيق السمولينة او الدقيق السميد او بيشتكوا ان البسبوسة مش طرية عن طلح النهاردة طرية شربة شربات كله ومرملة وطحفة جدا او بيشتكوا من دقيق اللي عندهم بيقولوا نوع نوع مش كويس ومش بيطلع البسبوسة كويسة فأضمن طريقة واسهل طريقة وايطلع معكم ان شاء الله نتيجة ممتازة ان احنا هنستعمل بسبوسة الاكياس للكيس الجاهز اللي بقى فيه سكر وابقى فيه السميد وابقى فيه كل الانجود الهند بقى فيه كل مكونات البسبوسة زي تطلعوا بسبوسة مرملة وطرية وشربة شربات كله ده اللي هتشوفوه معي في الفيديو والله بينا هنبدأ الفيديو بسم الله ما قدرنا النهاردة بسيطة جدا وسهلة جدا بما ان البسبوسة الاكياس دي كل حاجة فيه كل المكونات فيه معينا كسين من البسبوسة اي مرقة تحبوها ومش اعلان خالص بس انا جايبة افضل مرقة موجودة حاليا يعني واغليهم معي كسين من البسبوسة الكيس الواحد بيتخبز او بتعمل في صينية مقاس 26 فانا هعمل صينية كبيرة فاستعملت كسين من البسبوسة دي بسبوسة بتعمل جوز الهند او متضف لها جوز الهند وكمان معي البتان من الزبادي وزنهم حوالي 110 جرام كل واحدة وزنها 110 جرام وعندي كمان سمنة حوالي اربع معالي كبيرة من السمنة تكون نوعها كويس يعني يفضل تكون سمنة بلدي علشان تدي طعم حلول جلوكوز هستعمل معلقتين كبار من عسل الجلوكوز لو مش متوفر عسل الجلوكوز ممكن نستعمل العسل النحل او نستعمل عسل تقيل احنا عملوه في البيت كبات سكر على نص كبات مية وعصرة لمون لحد ما يتقل يعني موضة خمس دقايق ونستعملو لازم طبعا نضيف عسل للبسبوسة بتاعي اول حاجة انا هعملها انا هنقع اللوز بتاعي انا هعمل بسبوستي النهاردة باللوز فحبيت ان انا اشر القشرة الخارجية علشان يتحمص ويبقى طعمه حلو معي هنا كمية من اللوز ومية مغلية هنقع اللوز على مجهز البسبوسة تكون القشرة الخارجية بتاعت اللوز دي خلاص ثابت من اللوز هاخد اللوز بقى سيبه على جنب كده وهنشتغل مع بعض في البسبوسة هقولوك امتى تشغلوا الفرن في اللحظة المناسبة علشان الفرن يبقى سخن كفاية علشان الناس اللي تشتكي من التسوية كمان اول حاجة انا بجيب اربع معالق من السمن معنى كده ان كل كيس عليه معلقتين من السمن لو هنستعمل كيس واحد معلقتين من السمن علبة من الزبادي معلقة من عسل الجلوكوز والكيس واحد من البسبوسة هاخد كده علبتين الزبادي مقدير سهلة جدا وبسيطة جدا وخلاص ما فيش بقى آآ مقدير البسبوسة ايه آآ سمنة كتيرة سمنة قليلة او الزبادي كتير خلاص ده ستندر كده للبسبوسة الجهزة المقاذير دي ستندر هقلب السمنة مع الزبادي كويس جدا لحد ما تبقى كريمي ايوب السمنة معنى اصحف الزبادي لحد ما يبقى خليط كريمي جدا بعد كده هضيف عسل الجلوكوز ودي طبعا يعني خطوة لابد منها او مكون من فعش نستغنى عنه وقلتلك كل بديل معلقتين كبار من عسل الجلوكوز وبعد كده هقلب حلوة قوي 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 واتأكد ان عسل الجلوكوز بتوزع حلو في السمنة والزبادي هقلب شوية حلوين كده واتأكد من كل مقونات مختلطة وممتازجة كويس بعد كده هنزل باكياس البسبوسة الجهزة اهم نصيحة انصحكم بيها او اقولكم عليها ان احنا ما نفعش نعجن البسبوسة كان في عجينة قدامنا او ما نفعش نقلب في البسبوسة بطريقة تخلي البسبوسة تنشف ما هي دي الحاجة الوحيدة اللي بتخلي البسبوسة تنشف ان انا نشط فيها الجلوتين بفتح ايدي كده بخليها زي الشوكة وبعد اقلب مش عاجين بدهر ايدي او قصدي سوري ببطني ايدي لأ انا بقلب كده كاني شوكة كده وبتقلب المكونات على بعضها مجرد بس بدخل السميد في السمنة والزبيدي وعسل الجلوكوس مجرد بس تقليب مش عاجم ومش كتير يعني اقصى مدة هي دي او واحدة بس تقليب وده القوام كده بتاع العجينة باين جدا انه هو لا تقيل ولا خفيف فلافي قوي كده وفي نفس الوقت مسك نفسه عجينة البسبوسة ما تكونش سيلة كده ولا جمدة تمام ده القوام المزبوط جدا هتلاقوا كده فلافي في ايديكو وفي نفس الوقت مسك نفسها الصينية ومقاس الصينية بما اني استعملت كسين من كاس البسبوسة الجهزة فانا محتاجة الصينية كبيرة شوي مقاس الصينية اللي عندي مقاس اربعة وتلاتين هو يفضل تكون اتين وتلاتين بس الموجودة عندي اربعة وتلاتين مش عايزاني تكون لساميكة قوي ولا رفيع مقاس الصينية اللي عندي دي اربعة وتلاتين وافضل اتنين وتلاتين لكسين البسبوسة ده انت معلقة من السمنة ده انت الصينية بتاعتي معلقة صغيرة من السمنة كويس جدا وبعد كده بنزل بالبسبوسة وبفردها بايدي بالشكل ده حبتدي بقى افرد البزبوسة زي ما انتم شايفين او العجينة هتلقوا توزيعها سهل جدا 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 وكمان حنبتدي ان احنا نخبطها خبطتين بعد ما نسويها كلها في الصينية هنخبطها كده خبطتين على الرخيمة علشان تتساوي كلها يبقى وشها كده املس جدا ونعم دي الطريقة الوحيدة لاتخلي البزبوسة بتاعتك يعني شكلها حلو من فوق كده واملس ان احنا بنهزها هذا صغيرة ونخبطها على الرخيم في اللحظة دي انا هروح اشغل الفرن بتاعي على درجة حرارة 200 وبعد كده هبتدي اقشر اللوز على ما اشغروا اللوز وهرسه هياخد حوالي من خمسة من خمسة لعشر دقايق وانا مش محتاجه اكتر من كده مجرد بقى انا عايزة بس الفرن بتاعي سخن كويس هسخنه على درجة حرارة 200 ونحط الشبكة في النص هبتدي اشغر اللوز هتلاقوه بتاشغر معيكم بكل سهولة بنشد كده القشرة الخارجية بتاعت اللوز وبنقسمه منه النص وبتقسم معينا سهل جدا 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 مصدقوني يتعمه كده بمختلف يعني يتعمه افضل آآ من انه هيتساب بقشره وبرده زي ما انتوا عايزين بس انا آآ لحظت ان انا لما بحط اللوز بقشره آآ مع ان البسبوسة بتاخد وش بس هات بحسه محروق او لونه غامق شوية شكله مش ببقى لطيف قوي في الحلويات او في البسبوسة فكده شكله بيبقى حلو وطعمه كمان بيبقى احلى هبتدي يرسوا بقى على البسبوسة من فوق وادخلها الفرن هدخل سنية الفرن زي ما قلت لكم على درجة حرارة متين هنزلها المية وتمانين لانه كان انسخر على متين انا زلتها مية وتمانين وهتاخد بالضبط ان شاء الله معيكم نص ساعة الشربات بتاعنا هنجازه مع بعض معايا هنا كبايتين ونص من السكر كبايتين ونص من السكر وثلاث كبيات من المية معنى كده لو هنعمل كيس واحد من البسبوسة هناخد كباية وربح من السكر وهناخد كباية ونص من المية ومقاس الصناعة زي ما قلت لكم لكيس الواحد من خمسة وعشرين لستة وعشرين معنى كده ان كسين اخد معايا كبايتين ونص من السكر وثلاث كبيات من المية هقلبهم هدوب بالسكر نسبيا كده يعني بيزا ما دوبوا للاخر بس هدوبوا شوية في المية وبعد كده هضيف له آآ عصرة لمون او على طرف المعلقة حاجة بسيطة جدا من ملح اللمون علشان الشربات بتاعنا ما يسكرش ما يعملش كريستالات السكر بعد كده وديش هكوة ناس بتشتكيها ان البسبوصة بعد ما نجهزها وبنكلها من جي تاني يوم نليه طبقة سكر من تحت فلازم نضيفي عصرة لمون يا رشة من الملح اللمون هنسيب آآ اي شربات يغلي لمدة خمس دقيق على نار متوسطة ونسيبه ايه دا شوية ما نحطه شوة سخنا قوي وبنضيف نص معلقة من السمنة دي اختياري ممكن تضيفوها ممكن لأ اول ما البسبوصة بتاعتنا تطلع من الفرن بابتدين انا اسقيها بالشربات اللي هده نسبيا يعني مش مغلي بايلو مسلا حوالي كده ايه هنقول آآ عشر دقيق بعيد عن النار حلو بس يبقى بالكمية يعني السكر انتو عايزين هو سكرها حسيتو بالنسبالي عالي شوية بس آآ في ناس بالنسبالهم يعني بالنسبال البسبوصة بتكون مسكرة فممكن تستعملوا كمية الشربات كلها او ممكن لأ دي حاجة ترجع لكم انتو بتحبوا حلوياتكم مسكرة قوي ولا لأ بتعرفوا من ان هي اخدت النسبة الكافية من الشربات بتضغطوا عليها باسباعكم بتحسوا ان شفي شربات بيطلع فوق بعد ما تبرد بنقطحة من فشل نقطحة ابدا وهي آآ سخنة هتفرول منكم طبعا هي كانت لسه في سن دفا بس كنت مستعجل عليها عشان التصوير بس انتو سيبوها لحد ما تبرد تماما بصوا بقى طرية مرملة شربت شربت كله زي ما انتو شفتو شربتو في ثانية طبعا ما حلو جدا ومظبوط جدا جدا انصحكوا تجربوه لو حبيتو فيديو النهاردة وحبي انتو يشوفوني تاني يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة او تدوسوا على كلمة اشتراك اسفل الفيديو على الشمال وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعارات بقي فيديو جديد بنزلوا كنت مصودة جدا معاكم في فيديو النهاردة اشوفكم على خير في وصفة جديدة في فيديو جديد بحبكم جدا جدا في اللي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته